السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نلتقي في هذا الدرس بعنوان طريقة خفية لعمل الجدول على برنامج الميكروسوفت وارد أدخل في الشرح مباشرة أولا أذهب إلى المنطقة التي أريد أن أقوم برسم الجدول بها مثلا أأتي لهنا وأقوم بإدخال علامة زائد ثم ناقص زائد ثم ناقص زائد ثم ناقص وأقوم بختامها بعلامة زائد بعد ذلك أضغط انتل لاحظوا كيف تم رسم الجدول بطريقة سهلة جدا أقوم بسحبه من هنا يمكن كذلك عمل إطار له هكذا مثلا الآن لإضافة صف جديد أذهب إلى آخر عمود وأقوم بضغط على طاب كذلك آخر خانة أو آخر خالية أقوم بضغط على طاب هنا كذلك وأقوم بعمل طاب يمكن كذلك سحبه من هنا هكذا هكذا يمكن كذلك سحبه إلى أي مكان أريده مثلا هنا هكذا هنا كذلك المهم كذلك توسيطه أختاره وأأتي إلى هنا أختاره كليك يامين وأقوم بعمل delete table جميل الآن قد يسألني البعض كيف أقوم بالتحكم في عدد الأعمدة والصفوف لأتحكم في عدد الأعمدة أقوم بإدخال علامتي زائد ونقص على كل عمود يعني عندما ويقوم بإدخال زائد ونقص كنت بيعمل الطاب زائد ثم نقص العمود الثالث زائد ثم نقص العمود الرابع وزائد ثم نقص العمود الخمس بعد ذلك أقوم بإدخال علامة الزائد يعني هذه ضرورية جيد أقوم بإضغط على زائد أضغط انت لاحظوا كيف تم تكوين جدل من خمسة عمدة الآن أقوم بسحبه إلى هنا هكذا مثلا لإضافة عدد معين من الصفوف أأتي لهنا إلى الخلية الأخيرة وأقوم بإضغط على طاب كذلك أأتي إلى الخلية الأخيرة طاب وهكذا يمكن كذلك أتحكم به كما تريد لو أختاره من هنا يمكن كذلك أذهب إلى تيبل ديزاين أو اللي اوت حتى أتحكم في العديد من الخصائص الخاصة بهذا الجدو باختصار هذا هو الدرس لتبخلوا علينا بدعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته